اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله مستمعين الكرام أجددوا لحضراتكم التحية عرفنا قبل الفاصل أن العبادات الغاية منها أخلاق ده رقم واحد بالأدلة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ورقم اثنين عرفنا أن أحب الناس إلى الحبيب المصطفى وأقرب الناس مجلسا يوم القيامة من الحبيب المصطفى هم أحاسن الناس أخلاقا إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وعرفنا أن الإيمان بيزيد وينقص وفي ناس إيمانها كامل وفي ناس إيمانها نائس قلنا له يا سيدنا النبي يعني إيه معيار كمال الإيمان قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وعرفنا كمان إن أثقل ما يوضع في الميزان تقوى الله وحسن الخلق وعرفنا كمان إن أعلى درجات الجنة يبلغ المؤمن تلك الدرجات ويوصل لها بحسن الخلق قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم واخد بقى المفاجأة سبب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت ليه يا سيدنا النبي قال لأتمم صالح الأخلاق اللي هي مكارم الأخلاق فينها بقى مكارم الأخلاق شوف إزاي فين زمان كانوا يقولوا لنا خلي عندك روح رياضية ليه كانت روح رياضية أخلاق رياضية لأنه كان يدخل فريقين منافسين لبعض بيلعبوا متشكورة بيفوز فريق وبيخسر فريق أول ما بيخلصوا المباراة بيجوا يسلموا على بعض الفريق الكسبان يقول الفريق الخسران هارد لك صح ولا لأ والفريق الخسران يقول الفريق الكسبان ألف بركة مبارك مبارك الفوز وتبقى روح رياضية ويقابلوا بعض يسلموا على بعض يسموها روح رياضية في الواقع إحنا المفروض عندنا روح أخلاقية في أخلاق في آداب في حسن الخلق في معالي الأخلاق في مكارم الأخلاق اللي النبي علمنا اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها رقم 3 وخالق الناس بخلوق حسن ما ألشي وخالق المؤمنين وخالق المسلمين وخالق الأهل والأصدقاء والأقارب والأحباب والزملاء لا وخالق الناس لا بد مستمعين الأكارم أن نخالق كل الناس بخلق حسن